برسالة جمهور الزمالك اتعود لعيبة الزمالك في الفترات الماضية ان جمهور الزمالك بيبعت لهم رسائل سواء كانت رسالة من خلال التوجه بشكل شخصي كممثلين عن الجروبات اللي بتشجع الزمالك او ان هم يسيبوا لهم رسالة اجتمعوا وبعتوا لهم رسالة زي ما قدامكم على الشاشة مكتوب عليها السياد افريقيا ارثنا وحاضرنا ومصيرنا الابدية طبعا بالنسبة للزمالك ولجمهور الزمالك متش زي دا هي مباراة يعني سيادة زي ما بيقول جمهور الزمالك في الرسالة بتاعته السوبر اللي تحقق في مرة وحيدة التقى فيها الاهلي والزمالك سنة 94 لصالح الزمالك بهدف الكابتن ايمن منصور هو بالنسبة للزمالك ارث بس مش هو دا بس دايما التركيز مع فكرة تحقيق عدد الالقاب الاكثر خلال القرن العشرين دايما الزمالك متمسك بيها وبيحاول ان هو يقولها في شعاراته ضمن اعتراضه على منح الاهلي لقب القرن الافريقي وبالتالي بينما تفوق الاهلي لاحقا على مستوى عدد البطولات اللي توج بيها واقتنص حتى لقب بطل القرن او نادي القرن سنة 2000 او في القرن العشرين الزمالك بالنسبة له فكرة منافسة الاهلي افريقيا لا جدل فيها اما بطل القرن نفسه الاهلي بيستعد في جانب اخر في فكرة عدم التشتد هحكي لكم ايه اللي بيقوله الاهلي في هذا الاطار لكن بعد ما نقول لكم اعتراض ظهر من الزمالك الزمالك وبينما لم يعلن رسميا حتى هذه اللحظة وربما بكرة او بعد بكرة يعلن بشكل رسمي طاقم التحكيم اللي هيدير المواجهة التقارير والمعلومات اللي بتخرج من الاتحاد الافريقي لكرة القدم اتقالت في الايام اللي فاتت ان يقود الطاقم التحكيمي الليبي معتز الشلاماني الحكم الشاب صاحب الثلاثة وتلاثين عاما اللي ادار ست مواجهات سابقة في دوري ابطال افريقيا وست مواجهات اخرى في الكمفدرالية اللي الاهلي هو بطل الاولى والزمالك بطل التانية فيها وادار سابقا نهائي دوري ابطال افريقيا اللي لعبه الاهلي امام الوداد وتوجه به الوداد البيضاوي المغربي يبدو هو الاقرب بنسبة تزيد عن تسعة وتسعين في المائة لادارة المباراة وان كان حتى هذه اللحظة على السيستم بتاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم ما تحطش اسم الحكم لكن المعلومات الواردة ان هو الاقرب بعد استبعاد اسم والتاني والتالت فبقى باين ان هو الاقرب لادارة المواجهة وخرج اليوم الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة نادي الزمارك وقالها علنا فكرة ان يكون هناك تخوف او قلق من اسم حكم معين قبل مباراة السوبر الافريقي يجب ان يتم تداركها مبكرا طبعا ده من خلال تصريحات عبر قناة نادي الشمس اللي بيقدم فيها برنامجه التلفزيوني انا قلت نادي الشمس قناة الشمس انا قاسم حكم السوبر الليبي معتز ابراهيم اسيرة حوله والكلام على لسان احمد سالم الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك بعض التخوفات حوله ونحن كزمالك غير مرتاحين له لعدة اسباب لا داعي لذكرها لا داعي لذكرها نتمنى ان يتلقى الاتحاد الافريقي مخاوف الزمالك بشأن حكم السوبر ويتم استبداله وكل ما نريده هو الحياد الكامل طيب هقول لكم انا ايه الاسباب اللي لا داعي لذكرها بس سقول لكم قبلها انه فكر الزمالك ان يصدر بيانا فكر في انه الان وانه بيطلب النزاهة وبيطلب الحيادية وبيطلب العدالة في مباراة السوبر امام النادي الاهلي يوم الجمعة المقبلة لكنه استقر على لأة وبينما استقر على لأة هو ما كانتش لأة قوي لان المتحدث الرسمي طرع يتكلم النهاردة وقالها ان الزمالك الان من فكرة الحكم ايه الاسباب بيرى ان ممكن يكون الحكم بيتأثر بالضغوط الجماهيرية في مباراة هيكون فيها الجمهورين حاضرين لكن ربما جمهور الاهلي يكون مؤثر وبيرى انه ربما في امور لها علاقة ب علاقة الحكم السابقة بالمنظمين في المباراة ربما ده كلام بعض المسؤولين في الزمالك ده ممكن يكون قلقهم شوية هكذا يقول الزمالك لكن هل ده هيستدعي تغييرا في طاقم التحكيم الاعتراضات بمواقف سابقة ما بتجيبش نتيجة تغيير في الحكام وعلى فكرة حتى الاسماء اللي بتخرج لنا ثم بتتغير قبل الاعلان الرسمي بيكون بحسب معلومتنا مجرد انه بيكون ايه رأيك نعمل ده ويتحط الاسم ده ويتحط الاسم ده بس طول ما هي مش رسمي بيقى فيه احتمالات عادي انه لا شيء الاسم ده حطه في بطولة كده الشاطئية شيء الاسم ده حطه في بطولة الكمفدرالية ويبقى بالتالي ده اللي تبقى فحطه في مباراة السوبر الافريقي طول ما هو مش رسمي ما بيكونش تغيير قد ما هو بيكون تغيير فكرة مش تغيير قرار بتعيين حكم هل بقى ممكن يحصل تغيير في اللي موجود بما انها مش رسمية حتى الان فممكن لكن معلومتنا ان الاقرب جدا هو معتز الشلماني اما في الاهلي فسبحان الله من 3 ايام كنت شايف اعتراضات جماهيرية برضو من جمهور الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي في تعيين معتز الشلماني كلها في النهاية بتبقى علشان برضو معترضين على بعض القرارات اللي خدها في مباراة الوداد سابقا وان كان جمهور الزمارك بيعتمد على ماتش الوداد برضو نفسه فانه في قرارات ما كانتش لصالح الوداد بل كانت لصالح الاهلي عموما قد الماتش اللي اداره للاهلي سابقا والنحيتين بيعترضوا وما نعلمه دائما انها بتبقى وسيلة مش بس للضغط للحصول على ما هو اكثر من الحق بل كمان للضغط من اجل تحجيم اي قرارات قد تضر اي طرف من الطرفين يلا بقى نروح للاهلي بجد المرة دي يلا بنا في الاهلي